يعني بنشوف مجموعة من ألمع ويعني أكبر النجوم في الفيلم وده بالمناسبة أكيد بيشد الناس أكتر للفيلم وجوب وجود كوكبة كبيرة من النجوم في فيلم واحد ده بيعمل إقبال كبير على الفيلم خلينا نروح لناقد الفني محمد نبيل أهلا بيك وإزاي شايف فيلم السرب وتقديمه بالشكل ده بالإبهار ده بالتقنيات العالية دي وإقبال العائلات على الفيلم في السينما مش أخير وكل سنة وأنت طيبين وكل أخواتنا الأخبات بألف خير أنا الأول لازم أحيي قبل الكلام ممكن عن الفيلم توقيت اختيار الفيلم نفسه توقيت طرح الفيلم في دور العرض يمكن الواقع أو القصة أو الحكاية اللي بيرويها الفيلم وبيتركز حولها هي ضربة الجوية اللي قامت بيها القوات الجوية لمعسكرات داعش وتنظيم داعش في ليبيا بعد ما قاموا باعدام واحد وعشرين حدث القليل طبعا قط مصري في شهر فبراير الحقيقة أنه بتزامن مع عياد المسيحيين في الوقت ده طرح الفيلم فيه زكاء شديد جدا لأنه بيقول لسالة واحدة بيقول أنه كلنا مصريين ما فيش فرق بين مسلم وقبتي القوات المسلحة تبقى لتوجهات الرئيس الجمهورية وقتها قامت واستنفرت من أجل الانتقام ومن أجل السقر فأنا بشوف أنه كمان توقيت الفيلم في الوقت ده وطرحوا للعائلات المصرية ومن الناس تروح تشوف في عوقات أعيان صحيح واحدة من بطولات قواتنا المسلحة اللي انتفضت زي ما أنا قلت عشان تجيب حق مصريين في النهاية هم أخواتنا وتم التعامل معهم بوحشية شديدة على المستوى تاني لازم برضو أجه تحية للأسور الثقافة فأكتر من 12-14 محافظة تم طرح الفيلم بأسعار يعني بتوصل لـ 40 جنيه وده سعر طبعاً اللي عارف كويس أسعار تذكر السينما دلوقتي عارف أنه ده سعر مناسب جداً للعائلات وأن هما يقدروا يروحوا ويتفرجوا على الفيلم بأسعار كمان قليلة دي كمان حاجة لازم نقف عندها لأنه الفيلم ده تحديداً وقابليه يمكن كان فيه فيلم الممر اللي تم طرفه برضو من كذا سنة أعتقد أن هي أفلام بتحرك الجانب التوعوي وبتحسه أكتر من هدف ربشي يعني لازم يكون هنا الأمر التوعوي بشكل كبير ويكون فيه رسالة واضحة أنه الناس زي محالك تفضلتي في المقدمة تشوف البطولات القديمة والجديدة للقوات المسلحة والجيل ده على وجه التحديد أنا كنت بتكلم عن الجيل الصغير لما يدخل الفيلم أنت لازم تكلمه باللغة التقنية الموجودة عالمياً مش بقى أقل منها وإيه اللي إقناعه مش هيبقى سهل صحيح طبعاً الفيلم يمكن البرومو أو التيزر الأول تم الإعلان عنه يمكن من ثلاث سنين تقريباً وكان فيه انتظار كبير لوقت طرح الفيلم وتأجلات إنما أنا بشوف أنه ودي حاجة طبعاً مش خافية كمان على كتير من المتابعين ومتخصين إنه مشاهد الجرافيك بتاخد وقت طويل جداً في التنفيذ عشان نقدر نوصل لتقنية كبيرة وعشان نقدر نوصل لدرجة من الإقناع تضاهي اللي بنشوفه في السينما العالمية ده بياخد وقت وتحضيرات كبيرة الممثلين فيهم ناس خضعوا التدريبات سواء على الأسلحة أو تدريبات قتالية الممثلين اللي قاموا بأدوار الطيارين فيهم ناس خدت تدريبات يعني الفيلم احتاج تطوير وعلى مستوى السيناريو الوقت طويل واحتاج كمان تدريبات شقة جداً أعتقد أن هي التدريبات اللي قدت في النهاية للصورة المبهرة اللي احنا شايفينها في أعلان الفيلم دلوقتي صحيحاً بشكرك شكراً جزيلاً النقد الفني محمد نبيل شكراً جزيلاً على وجود حضرتك معنا فيلم السرب في السينما تقدروا حضرتكم خلال الأجازة تستمتعوا وتروحوا تشوفوا الفيلم كل سنة وإحنا جميعاً بخير وسحة وسعادة فواصل ونكملين مع حضرتك